نجي للشابتر الخامس اللي هو الـ Power Supplies نعرفكم نوع الرئيسيات من الـ Power Supplies هي الـ DC Power Supplies و الـ AC Power Supplies الـ DC Power Supplies نشوفه احنا بحياتنا اليومية ممكن اشكل داينامو ممكن البطاريات الـ DC AA ممكن الـ Power Supplies موجود مختبر ممكن الـ DC Generator ممكن PV Sales ممكن الـ Power Supplies موجود بالكيس مات الحاسبة ديسك توب او الـ Charger مات اللاب توب او الـ Charger اللي النقالات او الـ Toys مات الاطفال العاب الاطفال نجي للنوع من انواع الـ DC Power Supplies اللي هو الـ Ordinary DC Power Supplies الـ Ordinary or Unregulated DC Power Supplies يكون غير منظم contains the transformer, a rectifier and the filter circuit الـ Rectifier يحولك من AC الى DC الـ Transformer تحولك من AC ممكن عالي الى NC واطي الى step down transformer الفلتر هو عمود يصفي لك البلسيشن لانتعرف بانه انت الاخراج مات الـ Rectifier على شكل بلسات ساين ويف تحولت الى Pulse 10 تمام بالـ Single Phase Full Rectifier جزء الموجة و جزء السالب فهناه يحصل عندك بلسات فانت تسايل الفلتر عمود تحصل عليه فانت تسايل الفلتر عمود تسايل الفلتر تمام؟ عمود تسايل الفلتر عمود تسايل الفلتر لكن اكيد السايل الفلتر مات الـ Power Supply هو AC اكو عندك ملاحظة مهمات بهذا الـ Ordinary Power Supply DC Output Voltage تغير تكمل بلسات تواصل الموجة من الاحيارات بانه اي تغيير ان لديك بالـ AC سوف تغير ت whimسات الـ DC سوف تغير مباشرة تجرب إذا تغير الـ AC من لديك يعني اذا 200-30 صارت 200-10 صارت 50 سوف تغير مالتك الـ DC الاخراج مالتك اللي مربوط مباشر تنوية واكو شغلة ثانية بعد اللي هتكون مزعجة بالأردناري DC Power Supply The DC Output Voltage الفولتية مالتك ال VDC الاخراج مالتك 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 الى مربوط على اللود راح يصير بيدروب بحالة بانو التيار مالتك 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 ازداد يعني ال IDC مالتك اذا ازداد بسبب المقامة مالتك 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 صار بها قليلة صارت في حالة التيار الاسي مالتك تكست و كربعة الوطنية ستتغير ممكن قليل سيصير عندك تغير بالفولتية مالتك الديسي ولكن سيكون تغير كل شي طفيف فهذا يستعملون أكثر بطاريات السيارات أو بطاريات النقارات أو بملاعب الأطفال تشحن بطاريات ملاعب الأطفال فأي تغير سيصير بالإدخال مالتك سيصير التغير بالإخراج مالتك هذا مربوط مباشرة تغير الوطنية م المطرد المنطقة تؤكد من امورة النقارات اسلق على الوطنية بأن الفولتية الديسي تعتمد على التيار أنا اوار في الوطنية بسعاد الوطنية يستعمد أكيد على المقاومة وهذا يعتمد لك إلى المقاومة إذا قللت الـ RL ، سيصبح تيار مرتق الـ IDC. سيصبح تيار مرتق الـ IDC. سيصبح تيار مرتق الـ IDC. سيحدث إذا تيار مرتق الـ IDC. سيكون حالي. لذلك يجب أن يكون مرتق الـ VORTEGE REGULATOR. يجب أن يكون منظم جهد. الـ VORTEGE REGULATION مرتق بها المعادلة المفروض. الـ VORTEGE REGULATION مرتق الـ VORTEGE FULL LOAD على VORTEGE FULL LOAD 100% فـ VORTEGE FULL LOAD لا يوجد مرتق الـ VORTEGE FULL LOAD. أكيد بأن الـ VORTEGE REGULATOR الذي يكون مرتق الـ VORTEGE FULL LOAD المفروض الـ VF LOAD لا تقل الـ VORTEGE FULL LOAD لا يوجد مرتق الـ VORTEGE FULL LOAD يعني ممكن 1 بالـ 10. 1 بالـ 100 بعد. أحسن. VORTEGE REGULATION APPROACH 0. أكيد بها الحالة VORTEGE REGULATION سيحدث إذا الـ VFL مو أقل بهواء من الـ VNL فـ 0.1 فـ 0.1 و في 100% يحصل فهذا الشيء كل الشيء قليل 1 بالـ 100. حيث توقيت الو تصوير الاستخدام هو تقني نبيلة التفاجونه بين نبيلة التفاجوني و نالة التفاجون و ١٠٠٢ و ٢٠٠٠٪ التضيئين تبصد من مختبرات التفاجئة في الواقع تكون المختبرات التفاجئة الو تصوير 1% ١٠٠٪ و نالة التفاجئ لا يقص فاجئة التفاجئة و ١٠٠١٠٪ خلشوف العلاقة بأنه عندنا هذا ال VDC وهذا التيار IDC وهيا ال V no load وهيا ال V full load فالتيار مالتك يجب ما يكون full load يكون مالتك التيار عالي فالكيد الرشاح يصير عندك رح يصير لك فرق بين full load وبين no load تمام this type of voltage regulation is called load regulation because it increases the change in output voltage due to the change in load current تمام فإذا مدام المقدار ما التغير بالVoltية يعتمد على التيار فإذا هو load regulation والتيار لأنه هو تيار load لكن there is another type of voltage regulation called line regulation line regulation يعتمد على Voltية and indicates the change in output voltage due to the change in input voltage فإذا load regulation يعتمد على التيار مالتك لكن إن كان line regulation يعتمد على Voltية مالتك ال input مالتك مالتك فالinput والoutput voltage المقارنة رح يصير بها الاسم مالتك line regulation لكن إن كان load regulation هو يعتمد على التيار مالتك وفي شيء يسمى minimum load resistance عرفنا بأنه العلاقة بين التيار وبين Voltية مالتك مع الأخراج مع ordinary power supply نعرف بأنه إذا التيار مالتك ازداد بسبب بأن المقاومة مالتك قلت فإذا Voltية مالتك شرح يحصل بها يحصل بها drop Voltية الأخراج مع وعلى تيارة مالتك وعلى تيارة مالتك change of load التغيير بالحمل المالتك connected to a power supply varies the load current رح يغير بالتيار and hence the DC output voltage وراح يصير عندك drop بالVoltية in order that the power supply gives the rated output voltage and current إذا تريد يحصل على Voltية rated أخراج rated وعلى تيارة أخراج rated there is minimum load resistance allowed اللي هي high لازم أكفت المقاومة minimum load resistance اسمها for instance if a power supply is required to deliver a full load current لازم يطيق full load current ويطيق full load voltage ذيان R load minimum أقل مقاومة تحصل لك على V full load وتيار full load هي RL minimum V full load على I full load thus if the data sheet اللي جاء والpower supply وداتا sheet مادة يقل لك specify that the power supply will give you an output voltage of 100V at maximum rated current of 0.4 rated current rated voltage إذا تحتاج RL minimum قيمة 100 على 0.4 250 Ohm هي هيا قيمة المقاومة معت load مادة أنا متحصل على V rated or I rated if any attempt is made to decrease أي محاولة لتقلل من قيمة RL below this value أقل من هيا القيمة the rated DC output voltage will not be available ما تحصل على V Rated The example is 5.5 5.23 5.3 ما راح لاحق ناخذين فراح يهملن وهي ذني على قيمة شونا تحصل على RL minimum فهنا أصلا أمثلة بسيطة يعني نجي الregulated power supply عرفنا بأنه أكو ordinary power supply لكن ordinary power supply يطيك الVoltea مالتك unregulated بأنه غير مرضى ممكن أي تغيير يصير بالVoltea مالتك source أو يصير تغيير بالتيار مالتك الload راح يصير voltage drop عندك بالoutput مالتك الpower supply لكن regulated power supply أكدر أضيف voltage regulator على الإخراج مالتك power supply عمد نظم للجهد عمد الVoltea وكثابته وما تتأثر بالفلكتواشن يصير بالAC input أو التغيير يصير بالتيار مالتك مالتك الload وهذا الشيء مذكور هنا مالتك a DC power supply which maintains the output voltage constant irrespective of AC main fluctuations or load variations is known as a regulated DC power supply a regulated power supply consists of ordinary power supply and voltage regulator device تمام the output voltage remains constant whether the load current change ممكن يتغير تيار اللوات ما رح يأثر or there are fluctuations in the input AC voltage أو أكو تغيير يصير بالAC voltage رح يبقى الVoltege مالتك مالتك الاخراج ثابت بحالة regulated power supply مالتك 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 مالتك